أعزائي المتابعين سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناة خبايا على الرغم من تقدم عدد من الدول في مختلف المجالات وسعي الدول النامية إلى حدو حدوها إلا أن بعض هذه الدول مثلا تحتوي على أعلى نسبة عاهرة في العالم وأخرى تتبنى آكله لحوم البشر بل وتتصدره على مستوى العالم دون محاولة لإخفاء ذلك أو إصلاحه لذا وفي هذه الحلقة سنقترب أكثر من هذه الدول ونتعرف على أماكن أخرى لديها نفس الأنشيطة ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ أولا الاتجار بالبشر تتورط بنغلاديس سنويا في الاتجار بنحو 600 إلى 800 ألف شخص على الأقل عبر الحدود الدولية يتم استغلال أغلبهم جنسية وتعد بنغلاديس المثال الأسوأ في العالم للإتجار بالبشر حيث تقدر التقارير الدولية أن 50 ألف إمرأة وطفل يتم أخذهم خارج الحدود للمتاجرة كل عام في الوقت الذي تفتقر فيه المنظمات الدولية لإحصائيات موثوقة بالنسبة للرجل ثانيا صيد الحيوانات يحفل سجل اليابان بحالات قتل لحيوانات كبيرة جدا مقارنة بالدول الأخرى حيث أنها معروفة بصيد الحيتان والدلافين على نطاق صناعي كبير بحجة البحث العلمي وتمول الحكومة اليابانية صيد الحيتان والدلافين سنويا بنحو 10 ملايير دولار ويتم إطعام لحم الحيتان للأطفال في المدارس بحجة تعليمهم نوع الغداء الذي تناوله الأجداد ثالثا أكبر نسبة عاهرات في العالم تعد ألمانيا هي صاحبة لقب البلد الذي يحوي أكبر عدد من بائعات الهوى في العالم فبحسب التقديرات يوجد في ألمانيا نحو 300 ألف عامل بالجنس نصفهم من غير الألمان وأصبحت ألمانيا تعرف باسم المتجر الجنسي فهناك ما يقدر ب500 بيت دعارة في برلين وحدها و3000 في الدولة كلها وتدر تجارة الجنس نحو 20 بليون دولار سنويا رابعا عمليات التجميل تعد عمليات التجميل جزءا لا ينفصل عن حياة الفتيات العادية في كوريا الجنوبية فحسب آخر الإحصائيات فإن امرأة واحدة من بين خمس نساء كوريات قامت بعمليات تجميل واحدة على الأقل وهذا الرقم هو أربع أضعافا معدل لدى النساء الأمريكيات ويتمتع جراح التجميل في كوريا الجنوبية بصمعة عالمية لكثرة العمليات التجميلية التي قاموا بها فالعمليات الأكثر شيوعا هي توسيع العينين وإعادة تشكيل الأنفي والفك ويعاد السبب في ذلك أمرا غير معروف ولكن بعض الدراسات الاجتماعية وجدت أن النساء الكوريات يشعرن بالنقد تجاه مظهرهن خامسا مدخن النمسا تعد النمسا الرقم القياس لأعلى نسبة مدخنين في العالم بنحو 36.3% من عدد السكان أي أكثر من التولد وتسبب إدمان التدخين في النمسا في مشكلات مع بقية دول الاتحاد الأوروبي حيث لم تقبل النمسا بقانون منع التدخين في المطاعم الكبيرة إلا في عام 2009 بعد إجراء تعديلات عليه نصت بأنه يتعين على المطاعم أن تخصص فقط نصف مقاعدها لغير المدخنين 6. أكل لحوم البشر أصبح أكل لحم البشر أمرا نادرا انقرض منذ القرن التاسع عشر باستثناء جزيرة غينيا الجديدة التي تعد موطنا للغابات البرية والحيوانات غير المكتشفة والقبائل المنعزلة المنقطعة عن باقي العالم يعتقد أن بعض القبائل في تلك المنطقة لا زال تأكل لعوم البشر حيث يأكلون لحم الدكور المشكوق بأنهم صحارة حيث يتم إطلاق السهم عليهم عادة قبل أن يتم دبحهم وأكلهم 7. أقل متوسط عمر تعد تشالد رسميا هي المدينة الأسوأ من حيث متوسط عمر الأفراد والذي لا يتعدى 49 عاما فقط ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أبرزها سوء التغذية الذي يجعل دورة حياة الفرض المتوسط قصير وتواجه المدينة الصحراوية الجفافة بشكل كبير بالإضافة إلى كوارد طبيعية أخرى تشتاح البلاد مما أدى إلى أزمة لاجئين مدمرة مع تدفق الآلاف عبر الحدود بحتا عن الآمان 8. إدمان الكحول وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن مواطني روسيا البيضاء يستهلكون 17.5 لترا سنويا للفرض الواحد وهو ثلاثة أضعاف المعدل العالمي تقريبا ويتوزع استهلاك الكحول بين 46.6 كحول مقطرة بينما البيرة والنبيد تشكل 22.5 وهناك 30.9 من أنواع أخرى حيث من المرجح أنها تشمل نبيد الفواكه والفوتكا المصنعة في المنازل 9. تجنيد الأطفال تعد الصومان هي الدولة الأعلى في معدلات تجنيد الأطفال في العالم وخاصة من قبل الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب التي تجند الأطفال حتى سن العاشرة لاستعمالهم في القتال ضد قوات الحكومة وتستخدم حركة الشباب الأطفال لاستدراج أطفال آخرين إلى الجماعة كما أن حكومة الصومان تم اتهامها باستخدام الأطفال الجنود في صراعها ضد المتطرفين أيضا وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله